شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألن هيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الوردنية الهاشمية اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الامارات والمملكة الوردنية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الاولوية وذلك خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان كما شهد السموه والملك عبدالله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الاداري في المسائل الجمركية بين دولة الامارات والاردن ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى لدولة الامارات مع دولة عربية مشيرا سموه إلى أنها تتطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الامارات والاردن اشتركوا في القناة